بيتسو موسماني بالأمس كان لديه تصريحات مهمة جدا عاقب المباراة الكلام مهم نروح نسمعه وبعد المؤتمر الصحفة وبعد التقرير هؤلت كلمة مهمين جدا بخصوص بيتسو موسماني للفترة اللي جاي كانت مباراة صعبة لنا جابهنا فريقا ممتازا ونتفهم الآن سبب احتلاله في هذا الوقت صدرت التصنيف العالمي للفريق كما انه يتصدر التصنيف الاوروبي لم يسح لنا اي مجال لحيازة الكرة اجل عندما تكون افضل فريق في قارتك فعليك دائما معرفة ماذا تقدمك بمجابهة فريق من اوروبا واعتقد اننا تبيننا الليلة مقدار الفارق بيننا الان واوروبا طيب بيتسو موسماني كان بيكلم على ان الاهل كان بيواجه بطل اوروبا قدر ان كنا بنحاول نعمل مباراة جيدة امام فريق بيملك افضل لعبيننا في العالم وبيملك مدير فني على مستوى عالي جدا هانز فليك وبالتأكيد هذا المدرب على مدار سنة قدر يعمل شكل الباير نيميونيغ تحديدا خلال هذا العام عشان كده حقا خماسية وبيسعى لتحقيق السوداسية كأس العالم للاندية بيتسو موسماني يا جماعة تجربة جديدة وكواليتي مختلف عشان كده ممكن تلاقي بعض الاراء مش قادرة تستوعب هذه التجربة والناس مش قادرة تستوعب فكرة انه يكون فيه مدير فني افريقي بيقود النادي الاهلي الفكرة على المدى البعيد لها ابعاد ايجابية جدا سواء على المستوى الفني سواء على المستوى التصويقي سواء على مستوى شعبية النادي الاهلي في القرى الافريقية وفي جميع عنحاء العالم الناس اللي بتنتقد بيتسو موسماني هي بتنتقد على اول خسارة امام بطل اوروبا بايرن ميونيغ فبالتالي انتش بتنتقد على خسارة في الدوري زي ما قلتلكم نبني على دال الفترة الجاية لان النادي الاهلي زي ما قلتلكم بيعمل تجربة جديدة محتاجة ان جمهور النادي الاهلي يكون هو رقم واحد في مصندة هذه التجربة الفترة الجاية ومش اي رأي يهز سقط الناس في ادارة فنية موجودة كجهاز فني جنوب افريقي بيقود الاهلي في الفترة اللي جاية طيب في المقابل هنزف لك المدير الفني لفريق باير نيميونيخ ينبارح كان ليه تصريحات عقب المباراة والتصريحات كانت ايجابية بخصوص هذه المباراة تحديدا مع النادي الاهلي نتابع اعتقد ان فريقي يستحق في نهاية المطاف التأهل الى نهائي كأس العالم للاندية هيمننا بوضوح على مصاري المباراة في الشوط الاول وتقدمنا بهدف دون مقابل ونسجل عادة هدفا او هدفين اضافيين بعد ذلك لم اكن دائما راض بتبريراتنا الاخيرة او اخر تحرك امام المربع احتجنا لوقت في الشوط الثاني حتى نعثر على طريقنا في المباراة لكننا هيمننا بعد ذلك وضغطنا بقوة لهدف تسجيل الهدف الثاني عندما تسجل الهدف الثاني فسيكون واضحا في الظروف العادية انك ستنضي لتفوز بالمباراة قدم فريقي اداءا قويا وياقظا في الدفاع وانا راض بذلك شهدت بالطبع يوم امس الاحد المباراة الاخرى في الدور النصف النهائي ولعب الفريق المكسيكي تيجري سونال بلياقة بدنية مرتفعة وحيوية وقوة في تلك المباراة احتاج لهذا السبب اعداد فريقي انطلاقا من يوم غد ثلاثاء لضماني ان لدينا الخطة المناسبة طيب تصرحات هنزف لك المدير الفني الفريق بايرن ميونيخ تصرحات مهمة جدا الاهل احتاجنا وقت عشان نقدر نحرز الهدف الثاني واخدوا بالكم فريق بايرن ميونيخ من الفاء اللي تقدر تقول في الشوت الاول بس متوسط احراز الاهداف من ثلاثة الى اربع اهداف لكن انبارح كان فيه قلق بعد احراز الهدف الهدف التاني تأخر بالنسبة لهم كان فيه قلق ان في اي وقت ممكن الاهل يرجع بسرعة في نتيجة المباراة وتصرحاته دي اعتقد ان دلت على شيء بالدل على ان النادي الاهل مبارح كان بيعمل مباراة على المستوى التاكتيك على قيمة وقد هذه المباراة في شكل كبير جدا لكن في النهاية لازم يكون فيه فائز وقدر بايرن ميونيخ من خلال خبراته وطبعا قيمته التسوقية وامكانيات لعبيه يوصل له الهدف المأمول بالنسبة له ويصل له المباراة النهائية زي ما قلتلكم فريق الاهل يبني على ده لان احنا لسه عندنا مشوار طويل بطولة افريقيا وان شاء الله بإذن الله الاهل يسياس على الفترة الجاية ان هو يعود من جديد لبطولات العالم وكأس العالم الأندية لان النادي الاهل دايما مكانوا هنا مكانوا مع الفيفا مكانوا مع البطولات الكبيرة اخرج لفاصل وبعد الفاصل كلام مهم جدا عن اخبار البعثة وتفاصيل كتيرة وموضوعات الناس كلها محتاجة تطمن وتعرف الجديد عن الفريق بعد مباراة بايرن ميونيخ واستعدادا لمباراة بالميراس يوم الخميس القادر